مصرع ثلاثين حوثيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف في عبس بمحافظة حجة ميليشيا الحوثي تعظم مدنيا في البيضاء بذريعة تهريبه مشتقات نفطية من مأرب محطة مأرب الغازية ستعاود خدماتها خلال الساعة القادمة أهلا بكم والبداية في حجة حيث لقي ثلاثون عنصرا من الميليشيا الحوثية الإرهابية مصرعهم بينهم قيادات بارزة بنيران الجيش الوطني وغارات طيران التحالف العربي شمال سوق بداح في مدرية عبس وقالت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية تعرضت لانتكاسات عسكرية كبيرة في ثاني جبهة بحجة شمال غربي البلاد وضافت المصادر أن انفجارات ضخمة هزت مدرية حرض خلال الساعات الماضية نتيجة ضربات عنيفة ومركزة للطيران والمدفعية التي استهدفت أنفاقا ومخازن للميليشيا الحوثية الإنقلابية في المدرية صيبت امرأة في قصف شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية أمس ثلاثاء على تجمعات سكنية بجبل حبشي في الريف الغربي لتعز وصادر محلية قالت ليمن شباب إن امرأة تدعى ريحان شمسان أصيبت بجروح بليغة جراء شضايا ناتجة عن سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيا قرب منزلها في منطقة بلاد الوافي وتواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية قصفها العشوائي على قرى عزلة بلاد الوافي من مواقع تمركزها في أطراف جبل حبشي ما خلف موجة نزوحا لأهالي القرى التي يطالها القصف أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على قتل مدني من أهالي البيضاء بذريعة تهريب مشتقات نفطية إلى المحافظة ووفق مصادر محلية فإن الميليشيا الحوثية أقدمت على قتل مدني يدعى مازين الصانع وهو من أهالي الرياشية على إحدى الطرق الفرعية بذريعة تهريبه مشتقات نفطية من مأرب إلى البيضاء يشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية في المشتقات النفطية للشهر الثاني على التوالي وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى 30 ألف ريال للقالون ساعة عشرين لتر في شأن آخر حيث ندد حزب التجمع اليمني للإصلاح بقرارات إعداء من أصدرتها محكمة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية بحق عدد من أعضاء الحزب في صنعاء وقالت لدائرة القانونية للحزب أن هذه القرارات جاء بعد أن قامت الميليشيا باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرا منذ ست سنوات دعية النائب العام للجمهورية بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الحوثيين وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على جرائمها وفقا للقانون وأدعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبها إلى ذلك أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على فصل مديرة مدرسة خاصة في صنعاء من عملها ردا على تنظيمها فعالية حول إعداد وجبات طعام وملابس تقليدية وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تضمن توجيه القيادية الحوثية المعين مديرا لمكتب التربية بالأمانة بتغيير مديرة المدرسة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وذلك بعد أن نظمت إدارة المدرسة النسائية تجهيزا لوجبات طعام وملابس تقليدية من دول مختلفة اعتبرتها الميليشيا تصرفا مخالفا لتوجهها الطائفي السلالي أمر وزير الداخلية لبناني بسام مولوي أجهزة الأمن في بلاده بالتقص حول قناتين تابعتين للميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة وجاء هذا التوجه عقب تلقي الوزير اللبناني رسالة من وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك عبر الخارجية اللبنانية حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتين المسيرة والساحات دون ترخيص قانونية وأوضحت وزارة الداخلية اللبنانية أنها ستتحرك على ضوء ما قد يشكل عرقلة للجهود الرسمية القاضية لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وأن التعرض لسيادة هذه الدول يعد خرقا للقوانين الدولية ومثاق الجامعة العربية توقعت الأمم المتحدة سمرار عملية النزوح الداخلي في اليمن خلال العام الحالي بعد أن سجل العام الماضي نزوح أكثر من 157 ألف شخص وذلك في ظل سمرار الميليشيا الحوثية رفض كل مقترحات السلام والتمسك بالتصعيد العسكري وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النزوح الداخلي لا زال إحدى السمات المميزة لأزمة اليمن لا سيما في مأرب وتعز والحديدة والبيضاء المفوضية ذكرت أنها لا زالت تتعامل وحيدة مع حماية نحو 100 ألفين لاجئ وطالب لجوء في جميع أنحاء اليمن خصوصا من الصومال وأثيوبيا حيث يدفع اللاجئون وطالبوا اللجوء ثمن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ويستمرون في الاعتماد على المساعدات الإنسانية تشنت دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع عامها التدريبي والعملياتي الجديد للعام الحالي 2020 وقال نائب مدير دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع إن العام التدريبي الجديد يشمل خطة استراتيجية من شأنها تأهيل الضباط والأفراد وتنظيم عمل الدائرة بشكل أفضل إضافة إلى تشجيع العاملين في دائرة شؤون الأفراد وتعزيز قدراتهم بما يخدم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة احتفالنا هذا لتكريم وتدشين العام التدريبي 2020 كرمنا فيه مجموعة رمزية من منتسبية دائرة هذا العمل هو نفتخر به ونعتز به سنويا لشحذ الهمم وهو أسلوب من أساليب التدريب الذي تنتهجه الدائرة لتحفيز أفرادها وضباطها لمزيدا من تنفيذ المهام ومزيدا من الصبر والثبات رحل اللواء عبدالله الصبيحي بعد أن سطر إلى جانب أحرار الوطن أروع التضحيات والبطولات في سبيل الدفاع عن الجمهورية ومقارعة الإمامة الكهنوتية خاض معركة الوطن بكل حنكة وإقدام ليخوض بعد تاريخ حافل بالوطنية معركة خاصة مع المرض الذي غدر به وقد غادر إلى ربه في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة من أراد أن ينفرد بالجنوب أو ينفرد باليمن أو بشمال الشمال فليبحث عن زريبة مأوالة قد يتقلد القائد العسكري أوسمة كثيرة ومناصب رفيعة ويحمل من الرتب أكبرها وأعلاها ولكن لا أعظم من وسام الدفاع عن الوطن والمنافحة عن الجمهورية والثورة والذود عن الشعب وتطلعاته ذلك شأن الرجال الأوفياء والأبطال القلائل في مؤسسة اليمن العسكرية كان قائد محور أبيان اللواء الركن عبدالله أحمد الصبيحي واحدا منهم رحل الصبيحي بعد أن خاض معركته الخاصة مع المرض لتكون مشاف العاصمة المصرية محطته الأخيرة لكنه ترك سجلا حافلا بالتضحيات والمواقف الوطنية والمبادئ الثورية إلى الحد الذي شكل رحيله خسارة كبيرة لوطن لطالما عرفته ميادينه أسدا هصورا وقائدا محنكا طوال مسيرته القيادية في المؤسسة العسكرية يقول رفاقه في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة إنه كان واحدا من أنبل الضباط الأوفياء الذين سجلوا بصمات خالدة في بناء وتطوير القوات المسلحة كما ضرب أروع الأمثلة في الجندية والقيادة والانضباط في مختلف المناصب والمهام التي كلف بها خلال مسيرته العسكرية وتاريخه النضالي ومنذ انقلاب ميليشي الحوثية الإيرانية على الدولة شارك الصبيحي إخوانه الأحرار وأبناء الجمهورية في مقارعة الانقلاب الحوثي دفاعا عن العاصمة صنعاء ليقود بعد تمدد رقعة الانقلاب معركة استعادة العاصمة المؤقتة عدن وإفشال مخطط الحوثي الرامي وقت ذاك للسيطرة عليها وفرض الوجود الإيراني في عموم البلاد رئيس الجمهورية ونائبه والمفتش العام نعوا رحيل القائد الصبيحي مؤكدين أنه أحد الأوفياء الذين وهبوا حياتهم وضحوا بالغال والنفيس في مسيرة الدفاع عن الوطن ومكتسباته ونظامه الجمهوري مشيدين بتضحياته التي اشترحها في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الكهنوت الحوثي وكابوسه المظلم عاش اللواء الصبيحي صائلا في ساحة الوغاة منتميا لليمن الكبير ومجسدا أبهى صور اللواء للمؤسسة العسكرية والجيش الوطني ليلتحق بمن سبقوه من قادة النضال أمثال الشدادي والوائلي والذيباني وشعلان وغيرهم من الميامين الأبطال مسطري تاريخ اليمن الجديد ومدوني قصة الكفاح في سبيل الله والدين واليمنيين إلى الجوف حيث أعلنت السلطات هناك إضافة أقسام طبية جديدة في مستشفى الطوارئ بهيئة مستشفى الجوف ضمن خطتها لتطوير الخدمات الطبية وافتتح وكيل المحافظة عبدالله الشاهدي أو الحاشدي قسم الطوارئ التوليدية وعدد من الأقسام الطبية الأخرى في مستشفى الطوارئ وقال إن هذه الإضافة تأتي لاستكمال خدمات طبية التي يقدمها المشفى للنازحين والمواطنين القادمين من الجوف وتخفيف الضغط الذي تواجهه المشافي في محافظة مارب نحن اليوم في مستشفى الطوارئ التابع إلى هيئة مستشفى الجوف في محافظة مارب نحن نطمح إن شاء الله أن يكون مستشفى الطوارئ مستشفى متكامل بما تعنيها الكلمة من أجل خدمة النازحين من أبناء محافظة الجوف وغيرهم من أبناء المتواجدين في محافظة مارب ومنها تخفيف أيضا الضغط على المستشفيات الموجودة داخل محافظة مارب فنحن إن شاء الله سنقوم بدعم المستشفى بكل ما نستطيع أن نوفره لهم نحن اليوم ندشن افتتاح قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى الطوارئ العام التابع إلى هيئة مستشفى الجوف العام بمحافظة مارب وهذا القسم الطوارئ تم تمويله من قبل المجلس المحلي بالمحافظة ونحن نشكرهم على هذا الدعم السخي للمستشفى الطوارئ ومستشفى الطوارئ طبعا يضم على أكسام متعددة قسم الجراحة العامة والعوية الدموية والصدر وقسم النساء والتوليد وقسم الأطفال وقسم الأنفذ حنجرة وكذلك يضم عمليات ثلاث صالات عمليات بإضافة إلى عناية مركزة تتكون من ثمانية أسرة وقسم الرقود عثرت السلطات البولندية على جثة مهاجر يمني في مستنقع قرب الحدود مع بيلاروسيا وقد أفادت وسائل إعلام بولندية أنه توفي قبل أسبوع حينما كان بمعاية مهاجرين سوريين قال المتحدث باسم شرطة توماس كروبا إن ضباط الشرطة عثروا على جثة وبطاقة هوية تؤكد أن المتوفي مواطن يمني يدعى أحمد ويبلغ من العمر 26 عام وفق ما أوردته وسائل الإعلام البولندية قالت مصادر محلية في مأرب إنه سيتم إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية خلال الساعات القادمة بعد التوصل لاتفاق مع إدارة المحطة حول خطة الصيانة وقد نقلت المصادر عن إدارة المحطة قولها إن إيقاف محطة مأرب الغازية عن العمل جاء بسبب حاجاتها إلى الصيانة العمرية بحسب المصادر فإنه تم الاتفاق مع شركة سيمانس الألمانية على صيانة المحطة وتكفل صندوق الكويتي للتنمية بمبلغ أربعين مليون دولار من قيمة عقد الصيانة يضي أن حقق نادي خيب الفوز مستحقا وصعبا على نادي سينجل الفلسطيني بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهم مساء ثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية الأربعين للكرة الطائرة المقامة في تونس وقد أنهى فريق النادي مبارياته الثلاث الأولى في البطولة العربية الأربعين بفوز واحد وخسارتين ليدخل في المنافسة على تحديد المراكز من الثاني عشر وحتى التاسع من أصل ثمانية عشر نادي مشارك في البطولة نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها مصرع ثلاثين حوثيا بنيران الجيش الوطني وغارات التحالف في عبس بحجة ميليشيا الحوثي تعظم مدنيا في البيضاء بذريعة تهريبه مشتقات نفطية من مأرب محطة مأرب الغازية ستعاود خدماتها خلال الساعة القادمة ختاما في أمان الله موسيقى 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 موسيقى